اشتركوا في القناة المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً ومطابقة للمواصفات القياسية ولا تشكل أي خطورة على الصحة العامة للمواطنين أو على الانتاج الزراعي مشيرة إلى شن حملات تفتيش دورية ومكثفة على جميع أسواق ومنافذ بيع المبيدات الحشارية لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مع لواء هشام أمنى وزير تنمية المحلية لبحث الآليات التنفيذية لبدء تطبيق قانون تنظيم النقل النهري الجديد والبدء في نقل الصلاحيات الخاصة بالمحافظات للهيئة العامة للنقل النهري أوضح وزير النقل أن الهيئة العامة للنقل النهري طبقاً للقانون الجديد ستحل محل إرادات الملاحة الداخلية بالمحافظات في إصدار التراقيص الملاحية للوحدات النهرية مشيراً إلى التعاون مع وزارة التنمية المحلية لبدء تطبيق القانون وضمان سلامة الإجراءات المتخذة بما يساهم في حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم شهد وزراء الانتاج الحربي والكهرباء والتخطيط توقيع مذكرة تفاهم بين مصنع 63 الحربي وإحدى الشركات الإماراتية للتصنيع المشترك لكبلات الجهد المتوسط والأسلاك الكهربائية والتي تهدف إلى إنشاء كيان جديد في مصر لإنتاج كبلات الجهد المتوسط لسد الفجوة في الاستيراد ودعم الاقتصاد المصري من جانبها أوضح وزير الكهرباء أن حجم المشروعات التي تنفذها مصر في مجالات الطاقة تستوجب صناعة قوية لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال التصنيع المحلي تواصل وزارة الداخلية بالتنصيق مع الجهة المعنية إطلاق فعاليات مبادرة كلنا واحد قافلة الخير حيث تم تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على المواطنين بنطاق مدريات الأمن على مستوى الجمهورية يأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية الهادفة إلى المساهمة في تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لأسيام المناطق الأولى بالرعاية يواجه فريق بيرامينز نظيره الاتحاد السكندري في الخامسة مساء على استاذ الدفاع القوي ضمن منافسة الجولة العشرة لبطولة الدور الممتاز لكرة القدم يحتل فريق بيرامينز المركز الخامس برصيد 17 نقطة وإنما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 18 نقطة موسيقى